والستاذ احمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا دكتورة فضل يا فندم حضرتك بس بعد اذن حضرتك انا كنت عايز اسأل بس عن القرد والفوائد البنك يعني القرد حرام ولا حلال والفوائد حرام ولا حلال حاضر شوف حضرتك احنا بنفرق بين انواع القرد عندنا طبعا القرد الحسن ده يعني ملا خلاف حلال وبيفق على ناس كتير اللي هو زي عن طريق بنك ناصر عن طريق اتنين اصدقاء سلفوا بعض وحياخدوا نفس المبلغ مش زي اللي بيسلفوا بعض يقول بس حاخدوا بالزيادة كذا لان العملة بتتغير كذا ده ما يبقاش اسمه قرد حسن قرد الحسن اللي ربنا شكر فيه وقال من ذا الذي يقرد الله قردا حسنا فسيضاعفه له اضعافا كثيرة نيجي بقى للقردين التنين اللي هم عن طريق البنك في عندي قرد مستحدث لسا جديد اسمه القرد التمويلي التمويلي يعني ايه؟ يعني انا محتاج سيارة والبنك دلوقتي بيتعامل مع المعرض واخدني معاه واشترالي السيارة اللي انا عايزها والبنك بيع لي السيارة ماينفعش البنك مايبيعليش السيارة لان كده بيبقى البيع من طرف واحد لازم يبقى فيه بيعتين فهو اشترى وباع وبعدين انا حدفع اللقصات ده بقى بيسموه قرد المرابحة او بيع المرابحة يعني فيه ربح ليه اللي عايز بتصاحب البنك فيه ربح ليه البنك وفي نفس الوقت ما فيهوش ربة لان انا حدفع اللقصات اللي على هذا القرد اما القرد الآخر فحرام حرام حرام طالما ليس لضرورة وما هي الضرورة الضرورة هي بيع مسكن عفوا شراء مسكن الاسرة في حالة شديدة اليه فيه بعد بعض ووسع الضرورة قالك عمل عيادة طبية عمل مشروع خيري الحاجات دي كلها لكن بالقدر الامكان نتجنب هذا القرد اللي فيه حدود ضرورة ضرورة التمويل فقط وفي الوقت دا يبقى اسمه قرد تمويلي ما يبقى اسمه قرد حاجة لأ قرد تمويلي وهذا ما اتفق وعت عليه مجلس البخوص الإسلامية وبعض المجامع الفقهية للدول للدول العربية للخليجية ترجمة نانسي قنقر